أسكندر، خلي نزدغل الفرس بوجودك معايا، نسألك على البوليميكة اللي صارت الأسبوع على ماضي ذهلي، كل حديث وسائل التواصل الاجتماعي، الحاطة اللي صارت المعلقة متاع التلفزة الوطنية، شاكيب الأخوية اللي زميننا، نواجهه التحية، نتمنيره الشفاء العاجل، ذهلي تعرفوا لعك على صحية صغيرة، شنو أصار أسكندر؟ طب من الناس كل إنه اللي بيستمر حسن، قبل كل شي، صديقنا، زميلنا، أستاذنا، هذا هو اللي نجم وقلوا عليه بحكم الخبرة، بحكم عشرات سنين اللي قدموا في التعليق الرياضي، شكون ما يعرش شاكيب الأخوية دي في تونس، شكون ما يعرش شاكيب الأخوية دي أيضا في نسبة كبيرة من البلدان العربي، شاكيب الأخوية دي بكل صراحة، نعطيكم المعلومة بكل دقة أنه كان من المبرمش أنه توفيق القدير يلوت في خالدي علقوا المبارات مباشرة من ملعب مصفى بن جنات بالمناسير على عين المكان، صادفت أو شاءت الأقدار أنه الصوت ما يخلطش، والمبارات يزمها تتبث، لقارنة دي أفريقي وتحاد المنسيري، نس كل تتفرج بالملايين، دونك يلزم ننقضوا الموقف، رئيس مصلحة الرياضة اللي هنا، يزموا ينقض الموقف، وكلم شاكيب الأخوية دي كان موجود في التلفزة، وقالوا بش تجي يتعلق إلى حين أنه يخلط الصوت انتع آآ توفيق ولطفي، كان موجود بتباعة الحال آآ خلين بالدرجة على غرادة، آآ شاكيب الأخوية دي مش محاضرة، دونك طلب التشكيلة أن تكون حاضرة في وقت وجيز جداً، هبطنا للستوديو فيرتويل، المكان اللي يبتعد أمتار على ريجي فينا القاعدة البث النهائي، اللي بدور هزي ده هما يعطيوا الشارع، يلزم يعطيوا، من المفروض يعني يعطيوا شارع بش يقولوا راهو سيرونتين، طوب سيرونتين، هذا ما صارش، أنه شاكيب قاعد يطلب فيه أوراق، عنده آآ مشكلة تعكليوي آآ عادة ما يجيب معاها بعض القوارير آآ الأخلاقية بلاش كحول، ها بير را بلاش كحول، سمحوني ما بين قوسين مش نوضح للي ما فهمش، آآ هذا عادي جداً، ولكن راهو فيها شوية دعابة راهو ما هيش الكلة، فيها شوية دعابة، قبل لونتين هي يعطينا التشكيلة آآ هات كعبة، راهو مشي شي تصدق إنه تلفزة طاولة قدامنا وما بين قوسين شوية بس باس ومن عشرة شنية مؤسة عمومية حتى كن مش عمومية، حتى كن خاصة، ربي صور انا ويك، طاو قدامنا حارتين، طاو هيدا حديث، عشرة شهر عشرة شهر، عشرة شهر، عشرة كل شهر، يعني السيد ماشي أحلق على روح ويزم يكون مركز، تصوروا معتها فما درجة دنيا من الذكاء، أو درجة قصوى من الغباء، باش خلينا نصادقه معلومة كيف ناك صوروا شاكيب الاخوية دي قدامه ومعندها قوارير ومشي علقها، يعني ما شوفها شوية دعابة، وهو زيدا دعابة عليش خاطر بعضيه هما القوارير لانه مازال كي كان يستعمل فيهم باش نجيز يستعمل على خاطر كلاويه لأكثر الأقل وريق وشيح ومشي يعلق يا مسكندر هنا الخطأ متاع تقني الصوت، علش محلول الميكروه في الوقت اللي مازال ما اخذيش الانتر؟ تم فتح تحقيق في الغرض، مش نشوفه وشني السبب بالضبط، أنا رني معاك في مسألة انه صوت محقوش وصل للمشياد، المشياد ما عنده حتى دخل المستمع المتلقي ما عنده حتى دخل في الكواليس اللي عنا في التلفزة التونسية، ولكن صار الخطأ، والصوت شاكي بخرج، وأصوات أخرين غير شاكي بخرج، والحمد لله ما فهماش كلام اخر تقال، لأنه في الكواليس في أسرار نحن إسلام، نجمه نقوله اللي نحبه عليك، سحاب مع بعضنا نفرد لكو، يعني تسور انت شاكي بعنده بذرة شك إنه صوت ومسموع سيرونتين، بطبيعة ليه، صار الخطأ، شكون يتحمل مسؤوليته، فما فتح تحقيق داخلية في التلفزة التونسية، مؤكد جدا كل مخطئ سوف يتحمل المسؤولية، بربش قد نتحاب السلام، تحقيق جدي، ولا تحقيق مثلا تحقيق اللي يحكي عليه معزب ولاحية في قصان الضوء، شو، نحن نحكيه على مؤسسة دولية، حتى تتقال تحل تحقيق، واختا ما شوف نتنتيجة بتاع، لا لا تحل تحقيق، لا تحل تحقيق، وعلى حسب معلوماتي تم الزدعاء زيت الزميل معز بولاحية، ولم يأتي للتلفزة التونسية، هذي رأي دي ما نقول حسب معلوماتي، لأنه دي عارف المسألة ما تشملنيش مباشرة، ولكن تشملني على اعتبار، ولدي المؤسس، زملائي، 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 وزيقاي، وما كانش مبالما جاب الحديث في الموضوع عذير جست، لا لا جاب بكل صراحة معانا من خبيه وسلام، يعني بالنسبة لشاكيب الاخويل دي، واضحة الرؤية، خطأ غير مقصود بالمرة، وما فيوش حتى سؤنية، وما فما حتى ربع امكانية، لا اخلاقيا ولا مهانية، انه تصور الراجل مدخل معا كعبات للتلفزة، معتها فما امن في الباب، وفما دي كاميرات وفما ادارة، والسيد معتها عشرة سنين، ويعرف لا قدر الله لو كان واحد يفيق بيه شاد معتها مشات خلط مستقبل كم، يعني ما فما حتى بذرة امل او شك او امكانية، انه يكون الكلام صحيح انه وقتها كيب في حال تشكره ولا قادة، يعني مهما صراحة، رب يهدي وكرا وحاصيله اللي تسبب في الموضوع، اذا من اصله كما قلت تحقيق مفتوح في الموضوع، ان شاء الله تتحضر المسئوليات والمخطئ ياخد جزائر، كل واحد تتحامل المسئوليات، اكيد